بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة إلدن رينج اليوم إن شاء الله سنتكلم عن حركة بسيطة نسويها في اللعبة الحركة هذه تدبل لك الأحجار تدبل لك الرنز تدبل لك الأدوات الموجودة عندك كلنا ما تدبل لك الأسلحة لا تدبلل لك الأسلحة Absolutely لكن المطب sobererna من الم هذا الفيديولي لا يسخ Creepy أما إذا كان هناك صعوبة عندك في اللعبة وتحاول تختصر على نفسك الوقت وتبدأ تستمتع في القصة أو هدفك الأساسي في اللعبة أنك تغزو العوالم الثاني وتتحدى اللاعبين فالفيديو هذا يكون مناسب لك لكي يختصر لك الوقت فإذا أنت من الناس التي تحب تهايط أو تبارز اللاعبين أو تحاول تقوي شخصيتك بسرعة لكي تستمتع بالقصة كمّل معي في هذا الفيديو وبإذن الله أنك تستفيد في هذا الفيديو سأعلمك إن شاء الله كيف تقدر تدبل الرونز كيف تقدر تدبل الأدوات الأسلحة المعدات كل شيء يعني الأسلحة التي هي الخناجر التي ترميها على الأنمي لكن السيف ما يتدبل معه تمام فهذه من الأشياء التي أحب أن نوضحها طيب كيف الخطوات الخطوات مرة سهلة أول شيء تسوي أنك تقفل اللعبة تمام فالآن دعونا نقفل اللعبة ونشوف طيب بعد ما قفلنا اللعبة يا شباب المطلوب مننا أن نفتح جوجل ونكتب كلمة ويمود وي وبعدها تكتب كلمة مود بس هذا هو المطلوب منك بعد ما تكتب وي مود رح يفتح معك هذا الموقع ويمود دوت كوم حمل البرنامج هذا ونصبه عندك في الجهاز بس هذا هو أول خطوة تسويها حمل البرنامج الآن ونصبه عندك في الجهاز طيب بعد ما تنصب البرنامج رح يظهر عندك بهذا الشكل شغل البرنامج الآن ومن البرنامج نفسه ابحث هنا عن اللعبة اللي تبغى تشغلها طبعا اللعبة اللي سنشتغل عليها هي الدي الرنج تمام نحن نبحث عنها من هنا او انك اذا لم تجدها اكتبها هنا في محرك البحث ندخل على الدي الرنج ومن هنا نشغل اللعبة تمام يعني لا تشغلها من استيم تشغلها من هنا طيب هذه اللعبة الآن اشتغلت يا شباب دعونا نشوف طيب اللعبة الآن اشتغلت يا شباب اول خطوة لازم تعرفها انك الآن بمجرد ما شغلت اللعبة باستخدام برنامج ويمود اللعبة الآن على وضعية الوفلاين يعني ما تقدر تلعب مع زملائك فانت الآن تلعب اوفلاين هذه اول نقطة لازم تعرفها فما ينفع انك تقول بشغل مثلا هذا اللي هو الاصبع عشان اروح عند زميلي او زميلي يأتي عندي ما ينفع انت الآن تلعب اوفلاين بعد ما تنتهي قفل البرنامج بعدين ادخل اونلاين ولعب مع اللاعبين شوفوا الآن الرسالة تقول لك انت الآن ما تقدر تلعب اونلاين تمام دعونا نضغط ونكمل الخطوات طيب الخطوة اللي بعد كده انا سويت حساب جديد صراحا من الصفر سوف نشرح عليه الآن لانه ما فيه اي شيء يعني لسه ما لفلت فيه اي شيء خلونا نشوفه ونكمل مع بعض طيب يا شباب هذا هو الحساب زي ما تشوفه لسه جديد تمام كل اللي سويته اني جبت الحصان بس وجمعت بعض الاغراض حشان نشرح عليها اللي هي الاغراض الاشي اللي عندي يا شباب زي ما انتم شايفين عندي مجموعة من العظام وعندي السكاكين هذي وعندي قطعة من الغولدن رونز وعندي الادوات العادية تمام فرح نشرح على هذي وبرضو رح نشرح على النباتات عشان بعض الناس يحب يجمع النباتات مثلا يبغي يصنعوا كمية من شيء معين او يبغي يدبلوا شيء معين فخللنا ناخد مثلا هذه النباتات تمام فرح نشرح على هذي على سبيل المثال طيب الان كيف ندبل الرونز وكيف ندبل الادوات الخطوات مرة سهلة ركز معي كل مطلوب منك انك تضغط على البومفاير وتختار الاختيار هذا الاختيار حق اللي هو الشيست اللي هو الصندوق المخزن تمام فهنا الان المخزن وهنا الان اللي هو الادوات الموجودة عندك في المحفظة الخاصة فيك او الحقيبة الخاصة فيك وهنا المخزن زي ما انت شايف طيب كيف انا اقدر ادبل الاغراض بينهم وعبي المخزن ماكس وعبي محفظتي ماكس الطريقة سهلة كل مطلوب منك انك تضغط على زر كنترول مع رقم اثنين اسمع الان النغمة سمعتوا النغمة الآن انا كده شغلت البرنامج اللي هو وي موت الآن كل اللي سويته ايش ضغط كنترول رقم اثنين لو ابغاء اكنسل مرة ثانية كنترول رقم اثنين شفتوا الآن كده تكنسل نشغله ونشوف طيب الآن احنا شغلناه الآن البرنامج شغل شوفوا يا شباب الآن هذه النقطة او هذه القطعة لما انقلها المخزن شوفوا الآن التدبيل كيف راح يكون شوفوا كم نقول ؟ نقول واحدة بس يراكم الآن كما راح يكون عندي تسعميل 999 تمام حسنا نجرب على القطعة الثانية بعد ان نقول واحدة اذا رحلتي واحدة истор�무�? ثلاثين ا masking 30 نفس الآن المو أختار لا أقرأque لهذا المخزن فهو league 40 cuanto راح أخر من علي اللالحظر بالتدبيلس scores zero آپ حسنا في الندبي؟ 99 تمام طيب نجي الآن للمرحلة الثانية المرحلة الثانية لو اني أبغى دبل الأغراض الموجودة هنا يعني هذه عندي ماكس وأبغى مكس كمان المخزن بحيث ان كل ما سويت للعبة على طول يكون عندي المحفظة ماكس الطريقة كيف أول خطوة تسويها اني أضغط كنترول اثنين عشان أوقف البرنامج تمام وبعدين أترك خانة هنا في المحفظة اللي عندي هنا مثلا اني أغغرار حولها نقصها واحد أشوفوا أني أغغرار نانقي هنا ناقص العدد رقم واحد نفس الكلام أن اتبهشين وأنه أ يبرحناcurrentاين ناريه ثانين ومثلين عندما ناقص الحصول bachelor ونغغرار العدد في النقرية اضغط كنترول اثنين مرة ثانية وأرجع في المثلث على المخزن الآن تبدل بين المحفظة وبين المخزن سأذهب إلى المخزن ونقل قطعة واحدة الآن صار عندي هنا ماكس وصار عندي هنا ماكس نفس الكلام لو جئت للسكاكين الآن صار عندي في المخزن 600 وفي المحفظة عندي 30 العظام نفس الكلام الآن 600 وهناك 40 والرونز صار عندي 99 وفي المخزن عندي 600 طيب الآن عندي البرنامج كما قلنا شغال تبقى تقفله كنترول رقم 2 تبقى تفعله كنترول رقم 2 نحن نفس الكلام نحن الآن للتلفيل السريع عندما ندخل على الرونز أريد أن أستخدم هذا الرونز لاحظوا الآن أن أنا في الشخصية نفسها أريد أن أستخدم هذا الرونز سأقوم بإستخدام كما ترون حددت الآن 99 كاملة ترون الآن ما يحدث هل ترون كم من الفلوس؟ طبعا على حسب قوة الرونز إذا كان الرونز عندك ذهبي سيكون لديك الرونز بشكل مرة خرافي لكن هذا الشرح مختصر ترون الآن الرونز لا نقص عندي أي شيء منه ولو رجعت للمخزن ترون الآن المخزن ترون المخزن مثل الرونز ستمئة لا يوجد أي شيء نقص من الرونز طيب يا شباب الآن بعدما جمعنا الرونز وزبطنا هذه الأشياء نستطيع أن نذهب إلى البونفاير هنا وضع على المخزن ونستطيع أن نلفل الشخصية كما ترون تستطيع أن تلفل الشخصية بكل سهولة والرونز عندك ما يخلص نهائيا وكلما يكون عندك الرونز ذهبي أكثر كلما تمشي شخصيتك بشكل أفضل وأنت عاد ومجهودك في هذا الموضوع هذه الطريقة تساعدك بشكل مرة منتازة الطريقة سهلة أول شيء أنك تطلع من اللعبة خروج نهائي تمام؟ بعدما تقفل اللعبة سأقفلها الآن طيب بعدما تقفل اللعبة تأكد أنك قفلت البرنامج من هنا من أسفل شايفو؟ اضغط على اكسيت ستقفل معك البرنامج نهائيا بعدما تشغل اللعبة طبيعية ستكون أونلاين وتستطيع أن تلعب مع زملائك هذا هو كل شيء يا شباب عن هذا الموضوع أتمنى أن أكون أفضلتكم لا تنسوا دعم القناة والاشتراك والآيك ولا تنسوا نشر الفيديوهات وأعتذر للناس الذين لا تحب القليلت شات لكن هذه الفكرة للناس الذين تحب تختصر على نفسها على اللعبة وإذا كانت من هذا النوع هذا الشيء لا يفيدك نهائيا عموما هذا الذي عندي وسلامتكم نراكم على خير شكرا